متى تتوقف الانتهاكات وآلة التعذيب في السجون السرية والعلنية في العراق؟ سؤال قد يبدو صعبا في بلد لم يتخلص حتى الآن من المحاصصة السياسية والطائفية وتعترف أعلى الجهات في السلطة باستمرار ذات النهج المتبع منذ عام 2003 والذي أدى لوفاة مئات وربما آلاف المعتقلين تحت التعذيب ويشير مستشار رئيس مجلس الوزراء لحقوق الإنسان زيدان خلف إلى ورود أكثر من 3000 شكوى عن وقوع حالات التعذيب كانت موثقة بحسب تقارير الطب العدلي مضطرهم لإرسال 1500 شكوى منها إلى محكمة تحقيق حقوق الإنسان من أجل إعادة النظار بها ويضيف خلف إلى أن السلطات الحكومية قد تلجأ إلى العقوبات البديلة لإنهاء ظاهرة الاكتظاظ في السجون في ظل التأكدات بوجود محققين ارتكب انتهاكات ضد حقوق الإنسان وصلت إلى وفاة معتقلين تحت التعذيب قسم حقوق الإنسان في هيئة علماء المسلمين من جانبه يرى أن الإجراءات الحكومية لا ترتقي لحجم الكارثة الجارية رغم توقيع السلطات على اتفاقية منهضة التعذيب منذ عام 2008 حيث تحولت السجون في العراق لأماكن للانتقام من المعتقلين وتعذيبهم بدلا من أن تكون مرافق لإعادة تأهيلهم وإصلاحهم 46 حالة وفاة وثقها المركز العراقي لتوثيق جرائم الحرب في السجون الحكومية في عام 2022 هي جزء قليل من حالات استطاعت تثبت منها وسط محاولات التعتيم الحكومي على ما يجري من تعذيب وأهمال طبي يعد أيضا ضربا من ضروب التعذيب ما يتطلب بحسب المركز من الأمم المتحدة ومنظماتها المعنية تحركا عاجلا لفتح تحقيقات موسعة قد تساهم بإحراج الحكومة لإدخال لجان مختصة علها تنقذ المعتقلين في العراق من المحرقة التي وضعوا فيها